السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم جميعا في الفيديوهات السابقة تعلمنا ازاي نرسم حوائط الدور الارضي في المشروع وتعلمنا ازاي نظهرهم وتعلمنا ازاي نزبط اعدادتهم في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نرسم حوائط الدور الاول علوي اول ادوار المتكررة هنشرح تلات طرق انا اخدت كوبي من الدور الارضي مرتين كمان على اساس ان احنا نشرح من خلالهم التلات طرق في رسم الحوائط في الدور الاول علوي اول ادوار المتكررة اتمنى ان انت تتابع الفيديو للنهاية علشان تعرف الفرق بين التلات طرق وتعرف من خلالها الطريقة اللي تنسبك في شغلك كلنا عارفين ان مفترض ان حدود الدور الارضي هي هي نفس حدود الادوار المتكررة بالنسبة للعمارات السكنية مع اختلاف ان ممكن يكون فيه تغيير بسيط داخلي في بعض الحوائط او ان يكون فيه بروز في الدور الاول علوي فبالتالي بتزيد حوائط انا هوريك بس طريقة الرسم ودي تطبعها على اي مشروع معاك سواء عمر سكنية او غيره ممتاز جدا الطريقة الاولى اللي احنا هنشرحها وهي ان انا ارسم بطريقة منوال بعمل الكلام ده ازاي بروح اضغط دابل كليك على الدور الاول علوي في الفلور بلاندز هيظهر لي خطوط خفيفة كده للدور الارضي بتبقى دليل ليك للرسم ممتاز جدا بعد كده هتروح لاركتاتشر وتختار وال او تضغط الاختصار دابل او اي وليكن ضغطت على وال انا عند الحوائط الخارجية خمسة وعشرين والحوائط الداخلية اتناشر بعد مخترت الحيطة بتأكد ان البيس كنوسترين على الدور الاول علوي والتوب كنوسترين على الدور الثاني علوي التوب والبيس بعد ما اتأكدت ان هما مزبوطين وتعلمنا الكلام ده في الفيديوهات السابقة بروح امشي على الحوائط بتاعتي اضغط كليك واروح ارسم الحيطة دي حلقة ان الحيطة خرجت معاك اضغط باكس بس هتخش معك الحيطة اللي بعدها الحيطة اللي بعدها كله بنفس الطريقة كده انا خلصت الحوائط انترول زت بتدي ارسم من هنا الهنا واخد دي معادي انا رسمت الحوائط الخارجية الحوائط الداخلية كل اللي هعمله هضغط على وول واختار من هنا الحيطة اللي اتناشر سنتي الى اتناشر سنتي وابتدي ارسم بنفس الطريقة باكس بس حتى نرجع للحيطة زي ما هي مزبوطة بنفس الطريقة وهكذا نفس الحيطة اهو ابتدي امشي على حيطة حيطة هتلاحظ ان الطريقة دي فيها اكثر من عيب العيب الاولاني ان انا باخد وقت في الرسم باخد وقت في الرسم العيب التاني ان انا ممكن اغلط ممكن اغلط يعني ارسم الحيطة مترحلة حاجة بسيطة وانا مش واخد بالي طيب الطريقة التانية اضق من الاولى اضق من الاولى واسرع من الاولى شوية اشتغل بالطريقة التانية ازاي ان انا بروح هطبق الطريقة التانية على البلندا اذهب الولى اختار الحائط واضغط على حاجة اسمها بيك لاي وابتدي اقرب من الحيطة اللي انا هرسمها واتأكد ان الخط الدايين لزهير ده جوه الحيطة واضغط الحيطة اللي بعدها واضغط الحيطة اللي بعدها واضغط الحيطة اللي بعدها واضغط وهكذا ابتدي امشي على حائط حائط الحيطة دي واضغط اعمل تريم دي مع دي دي مع دي وبعدها ابتدي اغير الحائط بتاعي اخليها اقماشر سنتي وابتدي ارسم دي مانوال على اساس ما تتقاطعش مع التانية باكس بيس اعدل الحيطة واخد دي نفس الطريقة وبعدها ارجع للبيك لايين ثاني واخد الحيطة دي ورسن دي ورسن دي الطريقة التانية اسرع من الاولى واضغط فدي كده الطريقة التانية خلينا بقى في الطريقة التالتة وهي الجوهرية في فيديو النهاردة هتسهل عليك شغل كتير وهتخليك تخلص المساقط بتاعتك في في منتس في منتس بالضبط زي ما بكلمك كده طيب هنعملها ازاي باش مهندس هنروح للدور الارضي وهنختار كل الحوائط بتاعتنا هنختار كل الحوائط بتاعتنا ونضغط كنترول مع سي ثم هروح لشريط الريبون هلاحظ ان في خيار اسمه بيست في سهم تحته اضغط عليه واختار خيار اسمه اضغط عليه حيظهر لك مربع المربع ده في كل المساقط اللي عندك بكل بساطة البرنامج بيسألك عايز تاخد نسخة من الحوائط دي في الدور الاول علوي فقط ولا في التاني علوي فقط ولا في الرابع علوي فقط ولا كله يعني انا ممكن اختارهم كلهم كده من الاول لحد الرابع والتاني واضغط اوكي لو رحنا في رسالة تجاهلها للدور الاول علوي هلاحظ ان الحوائط بتاتي اترسمت زي الدور الارض بالظبط كل اللي عليك ان لو في تعديل بسيط هتعدله في حيطة مش موجودة في الدور الاول علوي هتشيلها في حيطة هنا زيادة معك هترسمها ولو عايز تشيل دي مثلا وهكذا لو المسقط هو خلاص ريح حابب بتشوف الشغل اللي انت عملته في السري دي بتروح في الشريط اللي بالاعلى هتلاحظ خيار او ايقونة بتاعت السري دي اضغط عليها هتلاحظ الشغل بتاعك ظهر في السري دي طبعا احنا كررنا هنا في الطريقة التالتة اربع مساقط وهنا رسمنا الدور الاول علوي طبعا اكيد لحظت الفرق يعني دي الحيط طبعا اللي زودناها لو قلنا لو في تعديل في الدور الاول علوي بتزود الحيطة العسترسم فقط لغير لو رجعنا تاني الدور الاول علوي طبعا اكيد حضرتك كده عرفت الفرق بين التلت طرق واتمنى ان حضرتك تتدرب على التلت طرق ما تتجهلش طريقة فيهم بس في النهاية من خلال تدريبك ده هتقرر او قرر الطريقة اللي هتنسبك في الشغل وانا بنصحك بالطريقة التالتة لان هي طريقة سريعة جدا في الشغل وهو ده اللي احنا محتاجينه هو ده اللي احنا محتاجينه وهو ده الفايدة في برنامج الربت الصرع وان البرنامج بيبني المبنى وليس بيرسمه بيديك حاجة حتى تنفس فنهتم بالمحاضرة دي ونتفرج عليها كويس وللاخر عشان نقدر نستفاد وفي النهاية اتمنى يا رب ان انا اكون قدرت اوصل لكم مضمون المحاضرة النهاردة اشكركم الى ان اتقي في محاضرة اخرى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته